قال رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إن اليمنيين اليوم على أعتاب صناعة ملحمة جديدة لطي صفحة سلالة الكهنوث ومصاصي الدماء كما أنجزوا صناعة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة وأشار الجرادي في منشور له على منصة إيكس إلى أن عودة ميليشيا الحوثي بعد واحد وستين عاما من الثورة يذكر اليمنيين بأبشع حقب التاريخ سوادا وتضيف إليها أسوأ ما تفتقت عنه عصابات القتل والدمار واللصوصية واعتبر أن معجزة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورجالها الأقداس لم تكن ثورة عتاق ضد الظلم والتخلف والجهل والمرض فحسب مؤكدا أنها كانت أبعد بكثير من هذه الأهداف العظيمة وتابع رئيس إعلامية الإصلاح قائلا لقد كانت ثورة تحرير ضد العبودية والدعاء القداسة والعصمة وأوضح أن سبتمبر شهر الانعتاق من ربقة العبودية عبودية سلالة الكهنوت إذا رحى بالله وكرمه والذي جعل المساواة شعارا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذم الشيطان زعيم العنصرية وأدعياء الاصطفاء وجعل معلمهم الأول رمزا للشر والفساد